المشهد الآن بعد تسع أشهر في قطاع غزة تبدل تبدلاً جذرياً عما كان عليه في لحظة 7 أكتوبر لأن تلك اللحظة بما حققته من مفاجأة ونجاح وتأييد شامل من أغلبية الفلسطينيين لم تعد مفاعلها سارية خاصةً وأن تسع أشهر من الحرب المستمرة لإبادة الفلسطينيين وتهجيرهم من القطاع سواءً بالقصف المنهجي المستمر أو بالتجويع وقطع الماء والغذاء والدواء أصبحت الناس في حالة لا ترى في الأمر صموضاً بقدر ما تحاول الاستمرار على قيد الحياة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح عائلاتهم هذا ما تعكسه الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من صراخات مؤلمة تارةً تنادي السنوار بوقف الحرب وتارةً تطلب من حركة حماس توزيع عادل للمساعدات وعدم احتكار المساعدات الغذائية وتارةً أخرى تطلب من حماس أن تغير سياستها التي تخلت بالكامل عن حماية أرواح الفلسطينيين وتأمين أبسط مقومات الحياة والصموض المفترضة لطالما أنها اتخذت قرار الحرب وبهذا المعنى المذاج الشعبي يعبر عن نفسه بطرق مختلفة في نقد سياسة حماس الاجتماعية والغذائية وطريق التعاملها في بسط السيطرة والتحكم على المجتمع الفلسطيني سواء في شمال غزة أو في جنوبها من خلال أجهزة الشرطة والأمن هذا فضلاً عن أن المعارضة السياسية التي تنتمي لتيارات أصلاً مناهضة لحركة حماس بدأت تتحدث بآرائها السياسية ومواقفها المعلنة النقدية بهذا المشهد أعتقد أن نفاذ الصبر عند قيادة حماس من اتباع أسلوب ديمقراطي يحترم حرية الآخر ورأيه وحقوقه الإنسانية ويحترم فرادته الإنسانية نفاذ الصبر عند قيادة حماس في غزة جعلها تلجأ لأجهزة الشرطة وأجهزة الأمن لتقمع المعارضة السياسية بأن تصفه باعتباره عميل لإسرائيل الواقع يعني يقول الآن أن الأزمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني أزمة الغذاء والدواء والماء أن حركة حماس تنصلت من مسؤوليتها عن ذلك وقادة حركة حماس رمت هذه المسؤولية على المجتمع الدولي بل تقوم الآن بقمع كل من يعارض سياساتها ويعارض أسلوب الإدارة هذه المعركة باعتبارها معركة تخص قيادة حركة حماس بينما الشعب الفلسطيني عليه فقط أن يدفع الضريبة وأن يدفع المزيد من الدماء من دون أي بارقة أمل إلى أين ستؤدي هذه الأوضاع القاسية التي يمر بها مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني ما زالت إسرائيل تريد تهجيرهم ما زالت إسرائيل تريد قتل المزيد والمزيد من المدنيين وهذا ما جعل بالمقابل حركة حماس تتمسك في ما تبقى لها من سلطات وهمية بقطاع غزة في المدن والأحياء والمخيمات حيث لا ينسح بالإسرائيل لتعيد مرة أخرى عبر أجهزتها الشراطية وأجهزتها الأمنية السيطرة والتحكم في حياة الناس لتقول أنها لم تهزم وأنها ما زالت موجودة وأنها تريد أن تفاوض ليس على مستقبل الشعب الفلسطيني بل تفاوض على مستقبل حركة حماس بعد انتهاء هذه الحرب بعلاقتها بالولايات المتحدة وبعلاقتها بأي شكل من أشكال الحال اشتركوا في القناة